السلام عليكم شباب ان شاء الله هنكمل باقي شرح شابتر خمسة كنا قفنا على فكرة حاجة اسمها المابنج فانكشن المابنج فانكشن ببساطة هي عبارة عن ايه كنا اتكلمنا قبل كده ان احنا عندنا السي بيو السي بيو عندك في الليفل اللي هو تبع الهيراريكي موماري اللي عندك هتلاقي ان بعد السي بيو على طول موجود احنا حطينا مين حطينا الكاش موماري كاش وبعد الكاش موجود هتلاقي مين هتلاقي المين موماري عندك او الرام طيب فده تبع الهيراريكي موماري اللي عندي اللي هو التدرج بتاع الموماري اللي عندي فالمابنج فانكشن ببساطة هو عبارة عن ايه ان انا عندي بلوك بلوك ده بيكون عدد من الوردس انا محتاج ان انا نقلها سواء من الكاش للسي بيو او من الموماري للسي بيو بس المفروض في الغالب ان انا اول حاجة السي بيو بيبص على مين بيبص على الكاش يعني المفروض ان انا محتاج البلوك ده انقله من الكاش او اديفن للسي بيو فانا عندي تلوقتي بلوك اوف كونسيتف ووردس اللي هو الوردات المتتالية المين موماري مست بي ترانسفير دي توزا كاش افتر امس تمام اللي هو ان انا عندي بلوك معين موجود في الرام عايزة نقله للكاش بعد ما حصل عمليات المس طب ايه هي عمليات المس احنا قلنا ان احنا عندنا عمليتين زي ما قلنا العملية الاولى اللي هي اللي هي الهت عملية الهت دي الهت دي ببساطة لما يكون السي بيو محتاج حاجة يسأل الكاش يمحتاج البلوك من الكاش او محتاج data من الكاش فالكاش تكون فعلا موجود فيها الهت دي وتقوم ووديها للسي بيو على طول فدي محلة الهت تمام طيب انها محلة المس ان السي بيو سأل الكاش على data معينة فهي مش ملقهاش في الكاش فدي ساعتها تبقى محلة المس ايه اللي بيحصل ساعتها ان انا بروح للرام بجيب data من الرام اروح اوضطها فين في الكاش مومر دي محلة المس طيب فالمابنج فونكشن بقى هي بتحدد لك اللوكيشن انه ايه ايه هو المكان اللي انت هتحط فين مقفين في الكاش بالزبط ماهو الرام دلوقتي انت جبت بلوك من الرام تمام انا جبت بلوك كامل من الرام احطه فى الكاش فدي بقى فكرة حاجة اسمها المابنج فونكشن المابنج فونكشن دي ايه اللي بتحدد لك ان ايه اللي اللي موجود فى الرام هتحطه فانه حطة بالزبط في الكاش مومرين تمام طيب المفهوض انه فيه ثلاث طرق للبابنج فونكشن اول طريقة اللي هي الديريكت مابنج الطريقة اللي بعد كده اللي هي اسمى الاسيجاتي او الاسيجات مابنج مابنج. والطلال اللي بعد كده هو مابنج. تمام? احنا نتابع النهاردة هنركز آآ على النوع الاولان اللي هو الديريكت مابنج. طيب زي ما اتفقنا كده ان احنا عندنا عمليتين. قال لك عندي عمليتين اللي هم قلسين اللي هو محالة الهت ومحالة المس. تمام? فبيقول لك ان لو احنا جينا ركزنا على اي متجورين. اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو كلوزر تو سي بيو. كلوزر تو سي بيو ده اللي هو مين? اللي هو الكاش. ده اقرأوا حاجة للسي بيو. طيب. اللي هو الابعد ليه اللي هو مين? اللي هو الرام. اللي هو الرام. ان في الموامر هيركي في الموامر التوزيع العربي بتاع الموامر اللي احنا قلنا عليه. بكوز اتش بلوك كوبي از الوز بتوين تو اجنس ليفل. طبعا البلوك بيكون آآ بابين ليفلين متجورين. اللي هو بابين الكاش مسلا والموامري. فانا عايز ان انبقى بين الموامري والكاش آآ والكاش بتاعي. فهتلاقي فيه كده شوية آآ مصطلحات احنا بنقولها. اللي هو مسلا بيقول لك البلوك. البلوك هو عبارة عن ايه? هو بيقول لك اللي هو اقل عدد من الوحدات انت بتنقله آآ آآ بتوين اللي اللي عندك بابين الكاش وبابين الرام والكاش. دول اللي عندك. فده البلوك. البلوك في الغالب مسلا بيكون يقول لك ان البلوك ده بيكون آآ وان وورد. يبقى البلوك عبارة عن وان وورد يبقى الوورد اللي هو اتنين وتلاتين بيت. يعني الوورد ده او اللي هو اربعة بايت. اللي هو كده يعني مسلا ممكن يجي يقول لك البلوك. البلوك مسلا هو وان وورد. لما يكون وان وورد يعني معناه كده ان هو بتقسم ال 4 بايت. ده كده بايت. وده بايت. وده بايت. وده بايت. لوحده. ال 4 بايت دول اللي هو 4 في 8 بتتاويلك ال 32 اللي هم الورد. طيب عندي اللي هي محالة الهت. احنا قلنا الهت ده معناه ايه? اللي هو ال- data request in the upper level. لو هي موجودة في ال- lower level. اللي هي موجودة في الكاش فادقكتب محالة الهت. طيب محالة المس محالة المس ده يعني ده دي مش موجودة في الكاش فانا كده محتاج انا راح اجيبها من الرام من الهو الليفل الابعد اللي هو الرام احطها في الكاش مومري دي محالة المس طب الهيت ريت كنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت هو عبارة عن النسبة اوف مومري اكسس زات ار هيتس اللي هو احنا قلنا عدد الهيتس اللي انت عملتها عدد الهيتس اللي تلعت هيت على عدد الاكسس كلها تمام طب عدد المس ريشيو المس ريشيو ممكن يكون عبارة عن ايه هو عدد المس على عدد الاكسس او ممكن اللي احنا كنا قلنا المرة فاتت عبارة عن ايه اللي هو واحد نقص الهيت ريت احنا قلنا الهيت ريت آآ زائد المس ريت اللي اتنين مجموحهم بيساوي واحد دايما طب ايه هو الهيت تايم الهيت تايم هو بيقول لك عبارة عن الهيت تايم تو دي ترمين اللي هو الوقت اللي انت بتاخده عشان تحدد افزي اكسس از انديد اهيت الوقت اللي انت بتاخده عشان تحدد ان كان الاكسس اللي انت بتعمله ده هو فعلا هيت او لا لا. تمام? زائد time to access and deliver data from the upper level to the CPU. يبقى الهت time هو عبارة عن ايه? هو الوقت اللي انت بتحدد فيه ان كان فعلا الهتة اللي انت بتعمل ده هو هتة فعلا يعني موجود فعلا في الكاش ولا لا? زائد الوقت اللي انت بتاخده ان انت تنقل ال data بتاحتك من الكاش للهتة. ده كده الهت time. طب الميس بنالتي? الميس بنالتي هو عبارة عن ايه? هو برضو عبارة عن ال time determined. الوقت اللي انت بتحدد فيه. الوقت اللي انت بتحدد فيه ان ال data مش موجودة في الكاش. مش موجودة في اللي هو الكاش. تمام? ده كده انت حددت الوقت. زائد time to replace block at upper level with corresponding block at lower level. يعني ايه? يعني الوقت اللي انت بتاخده برضو عشان آآ تبدل بين البلوك اللي موجود في الكاش مومري بالبلوك اللي موجود في الرام. يعني الوقت يعني ببساطة هو عبارة عن الوقت اللي انت بتحدد فيه ان كان ان هو آآ مس ولا لا يعني الوقت اللي انت خدته عشان تحدد ان ال data دي مش موجودة في الكاش هي موجودة في الرام. زائد الوقت اللي انت هتاخده عشان تنقل البلوك ده من الرام للكاش زائد الوقت اللي انت هتاخده عشان توصل الداتا من خلاص الداتا دلوقتي بقت فين في الكاش زائد دلوقتي انت هتاخده ان انت هتنقل داتا من الكاش للس بيو فده كله عبارة عن المس بنالتي يبقى الثلاث حاجات متضفين على بعض طيب الكاش مومر احنا قلنا عبارة عن ايه كاش مومر بيقول لك هو 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 اقرب في المومر هو اقرب للس بيو موجودة جنب على طول طب احنا بنقول هنا افرد ان هو عبارة عن احنا قلنا البلوك هنفترض ان هو عبارة عن تمام اللي هو زي ده كده لو 100 فقط يقوم بيو موجودة جنب على دابارة حاجات متضفين بيوت العبارة عن عبارة عن اربع بيوت بتوعي ده كده بيوت ده كده بيوت ابد egg فده كده عبارة عن ايه عبارة عن بلوك كامل بلوك عابارة عن اون وورد يعني معنا كده ان هو كامل اثنين وثلاثين بيت ده معنا كلمة .dat بلوك وان وورد اثنين وثلاثين بيت او ببعنة اخر ممكن نقول عليها اللي هو اربعة بايت. لان البيت الواحدة بتساوي كم بت بتساوي تمانية بت. طيب. فهنا بيقول لك اللي هو مسلا اه عايزين مسلا نجيب اللي هو اكس واحد. فالاكس واحد ده هو عبارة عن ايه اللي هو اول حاجة بنبص على الكاش هو موجود هنا. الاكس واحد موجود اه الاكس واحد موجود اه. تمام فمشو نعمل حاجة. اه اه جينا مسلا جايزين اللي هو اللغة الاكس ان ناقس واحد. الاكس ان واحد موجود. اه هتلاقى موجودة اهو. فخلاص فkedه كده هد. الاكس ان. الاكس ده. اكس ان ده. تجي ندور على ال chịس ان هنا. مش موجود. تمام? فتروح تعمل ايه? کده مش موجود. في الكاش فتروح تجيبه من الرام. تروح تحطه فين? في الكاش مو ماري. فانت كده ده كنا انت كده رح تجيبت مين? رح تجيبت الاكس ان. لو ما كانش موجود. رح تجيبته وحطيته هنا. تمام? طيب. هنا الاكس ان ده معناه ان هو ميس. ميس ليه? لان انت لما جيت بص عليه السيبيو جي بص عليه في الكاش ملقاهوش. طالما ملقاهوش يبقى ده ميس. فهيروح يجيبه منين من الرام? فطالما ميس يبقى ده لازم يجب منين? من المماري. تمام? طيب. احنا الفكرة اللي احنا بنقولها دلوقتي احنا ده لات هنجبه من المماري اه. بس احنا هنعرف ازاي. هاو دوي اه. هو هنعرف نتاكد ان الدisha فعلا مش موجودة. Chyات لا غايبة مش موجودة. يعني ازاي هنعرف ان في الكاش فعلا الدات اللي انا قادم لي PLDها مش موجودة. هنعرف عنها ازاي. هنعرف ده لات ازاي بنعرف ان هي مش موجودة ا موجودة اي موجودة او مش موجودة. وهو هنبصت فين بالضبط يعني هنجيبها منين من تمام? ولما نجيبها من المومري أحل نحطها في انهو مكان في الكاش فكل ده اللي احنا نتكلم عنه دولتي اللي هو عبارة عن فكرة المابنج فانكشن. طيب اول فكرة هنتكلم عنها اللي هي عبارة عن ايه دايريكت فيه المابنج وديه اول فكرة او اول االغوريزم اللي هو دايريكت مابب تمام? اول الحاجة الديريكت ماب بتعتمد على ان اللوكيشن بيتحدد عن طريق الادرس. يبقى المكان اللي انت هتحط فيه في الكاش بيتحدد عن طريق الادرس. تمام? العنوان اللي معاك ده هو اللي بيحدد المكان اللي انت هتحط فين في الكاش. طب الديريكت ماب هو عبارة عن only one choice of cash address. هو اختيار واحد بس اللي هتحط فين في الكاش pem 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 كاش بتكون اصغر من اصغر من المين ممري. بكتير. فنفترض دلوقتي ان الكاش هي عبارة عن كم? الكاش دلوقتي هي عبارة عن ما فيهاش غير تمانية بلوك. الكاش هي عبارة عن مساحتها عبارة عن تمانية بلوك بس. اه. التمانية بلوك دول مترقمين كده من اول آآ زيرو زيرو لغاية اللي هوق من اول زيرو لغاية سيفن. تمام من زيرو لسيفن. طيب. فدلوقتي الموجود دلوقتي ده كده عبارة عن بلوك. ده كده عبارة عن بلوك. ده كده عبارة عن بلوك. فانا محتاج اجيب بلوك من المين ممري اروح احطه فين? في الكاش ممري. ازاي بقى حط اعرف ان ان ده هيتحط في انو مكان هنا. وده هيتحط في انو مكان هنا بالزور. فبيقول لك ان كل مكان في المين ممري له مكان واحد بس في الكاش ممري. طب بعرفه ازاي? بعرفه عن طريق المعادلة دي. المعادلة دي هي بتحدد لك انو مكان بالزبط هتحطه في الكاش ممري. هي عبارة عن ايه? المعادلة عبارة عن الممري بلوك ادرس مديول البلوك ان كاش. يعني ايه? انت دلوقتي مسلا جيت على العنوان ده كده. العنوان ده اللي هو عبارة عن كام? العنوان ده عبارة عن اللي هو واحد زيرو زيرو واحد. تمام? ده كده الادرس بتاعك فين? في المنموري. تمام? الادرس بتاعك في المنموري اللي هو لا واحد زيرو 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 واحد ده. ده لو جيت تمثله كديسيمال هو عبارة عن كم? هو عبارة عن سبعتاشر. سبعتاشر ديسيمال. تمام? بتعمله موديلس. بتعمله موديلس اللي هي باقي الاسمة اللي هو مود تمام موديلس اللي هو الكام موديلس التمانية ليه التمانية لانه بيقول لك عدد البلوكس ان كاش هنا عندك كام بلوك في الكاش التمانية يبقى انت دلوقتي الادرس دلوقتي اللي هو 1001 لو جد تبسله دلوقتي ده كده كدسيمال هتلاقي 17 وكام عدد البلوك عندك في الكاش اللي هو 17 موديلس التمانية اللي هو هيديك كام اللي هو هيديك واحد واحد ده اللي هو عبارة عن ايه اللي هو ده كده ده كده اللي هو ده هيتحط في المكان رقم واحد في الكاش بومر يعني هيتحط في المكان ده 001 طب لو انت جبت ده كده اللي هو عبارة عن اربعة صفار واحد اللي هو لو جد تبسله كدسيمال دي سيمال هيتلاقي اللي هو واحد. عبارة واحد مود. اللي هو عدد البلوكس في الكاشل. واحد مود تمانية. لو جدت واحد بقى بقى اسم واحد على التمانية هتلاقيها بوال رقم واحد. فهتلاقي ان ده برضو هيتحط في المكان رقم واحد. تمام? طيب. وهكزا بقى. طيب. هل في طريقة اسهل ان من ان انا احول من بايناري الديسيمال وكده. اه في الموديلس في البيناري اسهل بكتير من الديسيمال. عبارة عن ايه? مش لديك دلوقتي اللي هو الادرس دلوقتي ده كده عندك في الملمومري. هو عبارة عن واحد زيرو 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 واحد. تمام? انت بتقول اللي هو موديلس. موديلس. التمانية. صح? عايز تقول اللي هو موديلس التمانية? موديلس التمانية دي. التمانية هي عبارة هتقول له. التمانية هي عبارة عن كم? التمانية هي عبارة عن اتنين قسل ثلاثة. صح? اتنين قسل ثلاثة. يبقى انت بتاخد اuks. او اللي هو اول ع اليمين اللي هم دول. فده المكان اللي انت هتحط فيه في الكاش بس. يبقى ان له عبارة عن زيرو زيرو وان. تمام? طب تعال لك كده على الأدرس دا كده هذا بالتع giving عن كام? واحد 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 زيرو واحد. ده موجود في المين مومري. ده كده ده الادرس او البلوك. ده رقق ده الادرس بتاع البلوك في المين مومري. هحطه فين في الكاش? فبقول له اللي هو موديلس. النمبرز بتاع الكاش النمبرز الكاش اللي هو كام تمانية. طب التمانية هيعبار عن كام? اتنين قصة تلاتة. يبقى باخد اول تلاتة بتز على اليمين. اللي هو واحد زيرو واحد. فيبقى ده. ده كده. هيروح يتحط في المكان اللي هو واحد البلوك رقم واحد زيرو واحد في الكاش مومور اللي هو واحد زيرو واحد. اللي هو ده. بس. تمام? فده كده احنا عرفنا ازاي يبقى يبقى اللي بالزرق ده كده. وده. 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 ده دول كده اللي هما بالزرق دول ملهمش مكان تاني يتحطوا فيه غير المكان ده. لازم يتحطوا في المكان ده. ما ينفعش يتحطوا في اي مكان تاني. تمام? طيب. فانت دلوقتي مسلا لو هتحصل مشكلة اللي هي تنفسية. اللي هو نفترض ان ان دلوقتي موجود ان ان ده هو اللي موجود هنا. صح? هو ده اللي موجود هنا دلوقتي في الكاش موموري. ده اللي انا منين ان ان ده هي فعلا ان اللي موجود هنا ده الفعلا ده اللي محتاجها اللي هي دي مش هي دي فادلات السي بيو هيعرف منين السي بيو بيعرف عن طريق بيبعد برضو اللي هو باقي الادرس بقى باقي الادرس اللي هو عبر عن ايه يبقى اول تلاتة بيتس دول بيحدد لك المكان اللي هيروح يجيب منه من الكاش اللي هو واحد زيرو وان طيب التوبتس التانين التوبتس التانين دول بيبقى حاجة اسمها التاج التاج ده عبر عن ايه التاج ده اللي بيعرفك هل الادات اللي موجودة هنا هي دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي تمام فالتاج هو عبر عن توبت فالتاج ياما هيكون زيرو زيرو ياما هيكون زيرو وان ياما هيكون وان زيرو ياما هيكون ايه ياما هيكون وان وان لو هو زيرو زيرو لو التاج زيرو زيرو معنى كده ان هو هيجيب ده. هيجيب ده. او او ده اللي موجود في الكاشموموري. تمام? طيب. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا زيرو وان? هيروح يجيب مين? هيروح يجيب ده. مش هروح يجيب التانية. طب لو التاج عبارة عن وان زيرو. هيروح يجيب مين? هيروح يجيب ده. طب لو التاج عبارة عن وان وان? هيروح يجيب مين? هيروح يجيب ده. يبقى فكرة تاني ببساطة كده عبارة عن ايه? عبارة عن ان انت بتعتمد على الادرس اللي موجود في المماري. الادرس اللي موجود الموموري هتلاقيه بالمنظر ده كده. تمام? طيب لو انت عندك الكاش موموري عبارة عن تمانية بلوك. فانت بتجيب الادرس. الادرس بتاع المين موموري تعمل له موديلس او بقى الاسم على العدد او اه النامبر اللي هو التمانية دلوقتي كده. تمام? ممكن نمبر نمبر العدد اللي موجود في الكاش يختلف. فده هو اللي موجود عندي تمانية. فبقول الرقم مودي التمانية. تمام? مش لازم انت تحولوا. انت بتشوف التمانية دي هي عبارة عن اتنين قص كام? اتنين قص كام? فالتمانية عبارة على اتنين قص تلاتة. فبيبقى تاخد اصغر اه التلاتة اللي هو يعتبر التلاتة اللي علي مين? تمام? اللي هو دول كده. فدول اللي هيحدد لك ان هو مكان ان هو مكان في الكاش موموري هو موجود فين? تمام? طيب اه احنا قلنا ان المكان ده بيكون في اه اكتر من حاجة تنفسية في في الرام. يعني يكون ده او ده او ده او ده او ده كلهم اللي بالازرق دول مكانهم هنا. هيتحطوا هنا. فالسي بيو بيعرف ان هو ان واحد موجود في الرام بالزبط اللي هيجيبه ده ولا ده ولا ده ولا ده. عند رأي حاجة اسمها التاج اللي هو التو بيتس الاخار. اللي هم دول. فبيحدد لك اللي هم دول كده. طيب. فاحنا قلنا كده ان احنا بنتكلم على فكرة التاجز. التاجز اللي احنا قلنا عليه اللي هم التو بيتس دول. تمام? ده بيعمل ايه ده? والفالد بيت. الفالد بيت ده التاج ده هو بيحدد لك هو هيجيب اني واحدة من الرام. تمام? والفالد بيت دول هو ده اللي بيحدد لك ان كان الداتا موجودة في الكاش ولا مش موجودة في الكاش. تمام? ده الفالد بيت. طيب هيبيقول لك هاو دو اه 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 بارتكولر بلوك ستورد ان كاش لوكيشن. ازاي نحدد ده هو ان هو بلوك موجود في كاش بلوك اه في الكاش. قال لك ستور بلوك ادرس از وال اه از زاتاتا. هلما نجيب الادرس. تمام? ايه في كاش اه اه لو كاش سايز اتنين اصي ام. اتنين اصي ام اللي هم وسن تمانية. تمانية دي اللي هي عبارة عن كم? اللي هي عبارة عن اتنين اصي تلاتة. التلاتة دي هي الام. نحس اين عليه? تمام? يبقى الكاش دلوقتي عندك تمانية. اللي هو تمانية بلوك. كاش تمانية بلوك. مساحته تمانية بلوك. تمام? لو كاش سايز اتنين اصي ام ده عدد البلوكس. اتنين اصي ام مسلا نفترض ان هم تمانية بلوك. فهو عبارة عن اتنين اصي تلاتة. التلاتة دي هي الام. يبقى الكاش ادرس هو يبقى الكاش ادرس هو اصغر تلاتة بت. اصغر تلاتة بت اللي هو عبارة عن ايه? اللي هو الاولين دول. اللي هو عبارة عن مودلس التمانية يعني. تمام? طب اف اين بت. الموماري ادرس. الموماري ادرس اللي هم دول الموماري ادرس اللي هو ده. اصغر تلاتة اصغر ام اللي هو اصغر تلاتة بت اللي هم دول. دول عبارة عن ايه? دول عبارة عن الكاش ادرس. طيب يقولك auto needs the하는 quote the tag فاحنا محتاجين اللي هو الغي ordered wires اللي هما مين؟ اللي هما دول باس شاميوا حاجة نأذع peur من تذكروا التاج طب التاج ده وظيفته ايه؟ وظيفته انه احددلي ان كان هيا ديга ولا ديه ولا ديه ولا دي لان كل اللي بالله زرق ده ما كانه هنا. ما كانه هنا في اللازرة ده. ما كانو واحد زير واحد ما لوش اي مكان تاني في الكاشهومور هو لازم هنا. فهو ده اللي موجود بهود عايز يدخل فلازم تعمله استبدال تستعبديل ده. اه بقاة ده. عايز ده تعمل استبدال ده بكان ده فلازم تعمله او استبدال. تمام? آه يبقى احنا قلنا الابر بت اللي هو الام اللي هو بقية البيتس. فده بسميه التاج. تمام? طيب. لو بقى الداتا مش موجودة في اللوكيشن. فاحنا بنستخدم حاجة اسمها اللي هو الفالد بت. الفالد بت ده. بيكون رقم يا اما وان يا زيرو. الفالد بت لو هو واحد معناها بريزنت اللي هو موجود. لو هو زيرو معناها آآ آآ معناها نوت بريزنت اللي هو مش موجود. تمام? والكيمة الابتدائية بتاعته بيكون زيرو. تمام? طب تعالوا ناخد مساء على طول. عشان دي لنا توضح. حين المفروض آآ عندي بس لان دلوقتي يمديك مساء اهو. ان انا عندي الكاش بتاعتي هي عبارة عن تمانية بلوكس. آآ مساحيتها عبارة عن تمانية بلوك بس. والوان وورد هو عبارة البلوك هو عبارة عن وان وورد. طيب. واستخدم فكرة الدير حالة الدي مابت. اللي احنا لسه الينا عليها دلوقتي. فده لازم لازم ان تكون كاتب لك دير اجتيوب يعني الحل اللي علينا منحلو ده لازم ان يكون مابت. تمام? وردك اللي هو الديمشال ستيت. في الديمشال استيت بيكون دايمن اللي هو الفاليو ده عبارة عن اللي هو آآ اللي هو نو يعني اللي هو داتة كلها مش موجودة يعني دي اعتبر دلوتي الكاش فاضية خالص bios فاضية خالص. تمام? انا نعمل الأتصال أثناء Search نحن كانت لدينا متابعة الهاتف بالمنظر ده كده. one zero 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 one. القدر الزلواتي ده كده جاي لك من من مومري. تمام? يبقى انت عندك دلواتي عدد البلوكس اتنين قس تلاتة يبقى انت بتاخد اول تلاتة دول. بيحدد لك انهو اندكس في الكاش هتحط فيه. تمام? يعني مسلا ده كده هتحط فين? اللي هو هتحط فيه اللي هو الزيرو زيرو واحد. تمام? طيب. الزيرو ون ده هو عبارة عن ايه? هو عبارة عن التاج. هو عبارة عن التاج. تمام? اللي بيحدد لك هو انهو بلوك في المين مومر اللي هتجيبه بالزبط. طيب يبقى ناخد مثال كده. حينها دلوقتي قال لك الورد ادرس اللي هو عبارة عن اتنين وعشرين. اللي اتنين وعشرين ده كباينري. الادرس ده كباينري يعني. هو عبارة عن اللي هو ده. اللي هو وان زيرو وان وان زيرو. طيب فهنعمل ايه? هناخد اللي هو هو اصلا اه ما كانش موجود. اول حاجة. اللي هو الاتنين وعشرين ده الادرسة. هل هو كان موجود هنا? لا ده كان فاضي. تمام? يبقى الحالة بتاحتك ايه? يبقى الحالة بتاحتك مس. مش موجود. فانا هروح اجيبه من اين? من الرام. طيب. اه فيبقى اول تلاتة. اول تلاتة بت دول. بيحددول مين? بيحددول الكاش بلوك. اللي هو عبارة عن ده المكان اللي انا هحط فين في الكاش? اللي هو عبارة عن وان وان زيرو. اللي هو ده كده. يبقى هحط في المكان ده. تمام? طيب. الزيرو وان ده عبارة عن ايه? الزيرو وان ده? اهلا بكم يا شباب. قبل ما تكملوا الكورس عايز اعرفكم شوية حاجات عن الاكاديمية وانحنا بنقدمه هنا في الاكاديمية احنا بنقدم كورسات برمجية كتيرة. منهم الكورس ده مسلا كورس البرمجة للاطفال والمبتلئين وده من احسن الكورسات في الوطن العربي حاليا في الفين وتسعمائة مشترك في اربعة وتسعة من عشر بتاعه او في التأيين بتاعه. وطبعا الاكاديمية بتاعتنا بتقدم كورسات تانية. تقدروا تتواصلوا معنا على ده الرقم بتاعي او بتاع اكاديمية بتاع الشغل يعني. ولو انت مفارج ماس هتخط المفتاح اللي هو اتنين. وطبعا لو انتم عايزين تتواصلوا مع المحاضر اللي بيديكم الكورس فهتلاقوا اللينك بتاع المحاضر في وبرضو لينك كورس البرمجة للاطفال والمبتلئين هتلاقوا في او تكلموا الاكاديمية على شكرا لكم.